موسيقى إلا أننا كأحزاب تلكمانية لاحظنا في الآونة الأخيرة استغلال البعض من ضعاف النفوس من العصابات الإجرامية والسطو المسلح انشغال القوات الأمنية والقيام بعمليات إجرامية خطيرة داخل مدينة كاركوك حيث تقوم بعمليات القتل والسلب والتخويف وقد باتت المناطق التركمانية على وجه الخصوص أهداف مفتوحة لعمليات واعدتاءات منظمة زادت وطيرتها في الفترة الماضية من قبل العصابات الإجرامية المنظمة وهذا مما يستدعي وقف جادة بالتحرك العاجل لاتخاذ التدابير الأمنية الصارمة وكشف ملابسات هذه الحوادث المتكررة وتطالب الأحزاب التركمانية الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤوليتها القانونية والإسراع بإرسال وحدات تابعة للجيش العراقي للحفاظ على الأمن في المحافظة والإسراع لتحرير الحويجة من سيطرة عصابات داعش الإرهابية كما ندعو الحكومة المحلية في كاركوك التحرك العاجل لإنهاء هذه الحالة في المشهد الأمني واتخاذ خطوات صارمة لمواجهة العمليات الإرهابية الإجرامية المنظمة لحد الآن في سنة 2016 عدد الحوادث المسجلة من الخطف والسلب عدد الحوادث اليومية التي لم يخبر عنها البعض هي أكثر من 250 حالة ولحد الآن نسبة الكشف عن هذه الجرائم لا تتعدى الخمس بالمئة هذا مؤشر خطير بالمناسبة لازم العز مدينة للباسات وغادت على قطف العادل والدين من الخطف العادل على قطف العادل ن staging الزيق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة